أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين في قوله تعالى مالك يوم الدين فيه قراءتان مالك يوم الدين بالألف وملك يوم الدين بدون ألف وطبعا المعنى ظاهر وكلاهما صفة لله رب العالمين فهو مالك وهو ملك بعض أهل العلم قالوا ملك أبلغ من المالك إذ يصدق على كل إنسان يملك شيئا أن يسمى مالكا بخلاف الملك فلذلك يقال كل ملك مالك ولا ينعكش بمعنى ليس كل مالك ملك ففي كلا القراءتين بلاغة في المعنى ونهاية في بيان المراد من تعظيم ذلك اليوم يوم الدين يوم الجزاء فهو ربنا فربنا سبحانه جل جلاله مالك يوم الدين وهو ملك ليوم الدين سأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يتغير رسم أو حرف فيكون المعنى ذا قيام يتعدد وصف يحمله يتضمن فيضا من حكم نتعلم دررا من شيخ فالعلم منار للأمم في أول آي قد نزلت قد علم ربك بالقلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر